تختتم مساء اليوم فعاليات مهرجان العيدة الذي تنظمه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة راس حيان في المحافظة الجنوبية وشهد المهرجان حضورا مميزا من المواطنين والمقيمين وتضمن العديد من الفعاليات والعروض والأنشطة فرحة عيد الفطر تعود للمرة الأولى منذ عامين بلا قيود كورونا فقد شهدت القرية التراثية بمنطقة راس حيان في المحافظة الجنوبية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين وحضورا خليجيا لافتا لفعاليات مهرجان العيد الذي نظمته وزارة الإعلام في القرية التراثية تنظيم رائع وفيه تنسيق وصراحة فيه لمسات جميلة تراثية يعني حياء التراث هذا وايد عامل مهم جدا يعني تعود فيه الأجيال بحقيقة أن كيف كانت الحياة السابقة وكيف كانوا أجدادنا عايشين وشو الأشياء اللي كانوا يعني مارسونها من حرف وأمور تراثية بصراحة تجربة حلوة أجوال جميلة كل شيء مرتب صار عندنا يعني شيء ملموس شنوا واقع البحرين واقع دول من التستعاون قبل صراحة يعني شفنا المكان المغفر والمستشفى والمدرسة البيوت صراحة تجربة جدا جميلة استفت من عندها شخصيا وأيضا الأولاد استفتت من عندها وقد أشاد الحضور من المواطنين والإشقاء الخليجيين بفعاليات المهرجان التي اجتملت على مجموعة من البرامج المسلية والمبتعة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالتراث البحريني الأصيل كما قدمت العروض الفنية من قبل الفرق الشعبية من خلال فقرات فنية تعكس تراث مملكة البحرين العريق وموروثها الشعبي وقد كان للفرقة الموسيقية للشرطة التابعة لوزارة الداخلية عروضا متميزة لاقت استحسان المواطنين والمقيمين والزوار كما شهد المهرجان برامجا ترفيهية مخصصة للأطفال ومشاركة أصحاب الأعمال والأسر المنتجة والعديد من الأنشطة المصاحبة في مشهد آسر يترجم عودة نبض الحياة وبهجة العياد إلى طبيعتها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر